أهلا بكم طلاب الأعزاء ونهاردة نهو الدلس جديد ودلسنا النهاردة يتكلم عن إبداعات المصريين في الكتابة والأدب تعالوا بنا نتعرف على العوامل الطبيعية اللي ساعدت في ازدهار الحياة الثقافية والفكرية في مصر عندنا الموقع المتميز والمناخ المعتدل في نهر النين وما العامل للأساسية الطبيعية اللي ساعدت في ازدهار الحياة في العصر القديم ما هو أثر هذه العوامل على الحياة في مصر ساعدت هذه العوامل الإنسان المصري على تفجير جميع طاقاته الإبداعية في جميع المجالات الثقافية والفكرية والسياسية تعالوا بنا نتكلم عن عناصر الحياة الثقافية والفكرية زي الكتابة والأدب والعلوم والعمارة والفنون تعالوا بنا نتكلم عن الكتابة والكتابة لها أنواع زي كتابة الهيروغليفية والهيرواطيقية والكتابة ديموطيقية والكتابة الكبتية تعالوا بنا نتكلم عن أول نوع هو الكتابة الهيروغليفية عبارة عن إشارات بتمثل ما في الطبيعة واستخدمها المصر القديم لتأثره بما يحيط به من مظاهر طبيعية وعرفت بالحط المقدس وأصبحت للحط الرسمي للدولة أما تاني نوع عندنا الكتابة الهيروغليفية واستخدمها الكهنة في الكتابة على ورق البردي وعرفت بخط رجال الدي أما بالنسبة بالكتابة الديموطيقية فهي تالت نوع عندنا واستخدمت في جميع نواحي الحياة وعرفت بالحط الشعبي أما الكتابة الكتبية فهي استخدمت في جميع نواحي الحياة التي تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل الكتابة المصرية وهي مأحوظة من الكتابة الديموطيقية تعالوا بنا نتكلم على أدوات الكتابة عندنا الورق والأقلام والحفر بيكون إما أسويت أو أحمر ثاني حاجة عندنا نتكلم عن الأدب وعندنا أنواع للأدب مثل الأدب الديني والأدب القصصي وأدب المديح وتعالوا بنا نتكلم عن أول نوع من عنواع الأدب عندنا الأدب الديني يعني إيه الأدب الديني أو ما هو الأدب الديني مقصود به هو الأدب الذي يتناول الحياة بعد الموت وعقيدة البعث والخلود عند القدماء المصريين من أمثل ذلك نصوص الأهرام وهي نصوص سجلت على جدران الأهرام لتعاون الميت على الحياة الأخرى لان دايما القدماء المصريين كان عندهم اعتقاد ان هما هيقدروا ان هما يبعثوا بعد الموت ثالث حاجة كتاب الموتة وهو كتاب يوضع مع الميت لحمايته ومساعدته في الحفاب امثلة على ذلك انشيد اخناتون وهي انشيد كان يحيي بها اخناتون كورس الشم وعندنا مثال اخر الاساطير الدينية مثل اسطورة يزيس وزريس وهي بتبين ان الظلم لا يستمر والحق ينتصر ما هو الادب الكثفي هو تاني نوع من انواع الادب هو يتناول القدوة والمواد الحسنة ادب يقدم القدوة والمواد الحسنة وهو عبارة عن قصص بتوضح القضايا السياسية والاجتماعية منها الواقية ومنها الخيالي طيب زي ايه زي قصص سنوحي بتعبر عن القصص الواقعية والبحار الغريق بتعبر عن القصص الخرافية طيب ماذا تعرف عن قصص سنوحي كان سنوحي قائدا لجيش الملك امن حماد امن محات الاول وعندما علم بوافاته تولى ابنيه الحكم الذي كان يحمل له العداوة وهرب سنوحي خارج مصر الى فلسطين وتزوق اكبر بنات احد المشايخ وعندما اصبح سنوحي شاخا كبيرا زاد حنينه الوطني فعافى عنه الفرعون واكرمه طيب القصة دي بتدل على ايه؟ بتدل على ان حب الوطن والارتباط ديه صفة من صفات المصريني طيب ما هو الادب التهذيبي؟ الادب التهذيبي هو ادب النصائح والسلوخ والتربية والاخلاق وهو عبارة عن التعليم والوصايا التي واجهها الفرعون او الشخصيات البارزة الى ابنه او تلميزه بعدا في المواهزة طيب انثلة على ذلك زي التعليم بتاع حطب والحكيم اني طيب ما هو الادب المديح؟ الادب المديح هو المقصود به الادب الذي يمجد اعمال الفرعون وبفضله على الشعب طيب امثلة على كده ايه هي؟ ما جاء به في تمجيد الملك سنوصر في الثالث وكده نكون تهينا من دلس النهاردة وقدرنا ان احنا نتعرف على عناصر الحياة الفكرية والثقافية والكتابة وانوحها وادوات الكتابة والادب واهدافه وعرفنا العوامل اللي هي قدت للظهار للحياة الثقافية والفكرية في مصر تعالوا بنا نحل شوية تدريبات واقمر العبارة التالية الادب الديني كان يتناول الحياة بعد الموت من اشهر الاساطير الدينية في المصر القديمة بسطورة ايديس و الزجيس اخذت الكتابة الهيروغليفية اشارتها من ورموزها من الطبيعة انشيط اخنته النوع من الادب الديني كان سنوحي قائدا من جيش الملك اما المحات الاول ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارة التالية عرفت الكتابة ديمو ثقية بخط رجال الدين الاجابة خطأ ينجد الادب الديني اعمال الفرعون طبعا الاجابة خاطئة ادب المديح هو اللي بيمثل الادب بالذي يمجد عمال الفرعون تعد نصائح بتاع حطب من الادب القصصي اجابة خاطئة عرفت الكتابة اليراثيقية بخط رجال الدين الاجابة خاطئة كده نكون انتهينا من درس النهاردة مع نفهم نتعلم بلساطة